نعود إلى الشأن الأفغاني والآن ينضم إلينا مرسلنا من واشنطن جوتابت هذا الحوار بين طالبان وعدد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين ما الذي تعول عليه واشنطن من هذا الحوار؟ مروج في الواقع دعيني أبدأ بأن البيان الذي صدر قبل لحظات عن البيت الأبيض والذي أوجز الاجتماع الافتراضي الذي قام به جو بايدن مع مجموعة الدول العشرين يلقص الهدف الأساس من الاتصالات الأمريكية مع حركة طالبان البيان قال أن هناك قلقا أمريكيا ودوليا من تنامي خطر الإرهاب في أفغانستان وتحديدا من مجموعات مثل تنظيم الدولة خرسان وأيضا تنظيم القاعدة لكن وعلى هذا الأساس فأن واشنطن والدول الصديقة ملتزمة بمساعدة الشعب الأفغاني عبر منظمات دولية وليس من خلال حركة طالبان هذا مقاله البيان في العودة إلى المحادثات التي تحصل في الدوحة هناك خوف أمريكي من عدم تمكن حركة طالبان من الإمساك بالوضع الأمني وذلك في ظل ورود معلومات في واشنطن أكدها البنتاجون بأن هناك ألاف من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى أفغانستان في الشهرين الماضيين منذ أن وصلت طالبان إلى كابول وأيضا هناك تنامي لنفوذ القاعدة ومجموعات إرهابية أخرى وازدياد الهجمات الانتحارية لذلك باختصار هناك الدفع الأساس هناك خوف من تنامي خطر الإرهاب وهناك مسعى أمريكي لمساعدة الشعب الأفغاني شكرا جزيلا لمرسلنا من واشنطن ناجو تابت